أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي وقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة أضف النادي أن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمرة حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في أبريل الجاري إلى أكثر من 3660 معتقلا إداريا وأكد نادي الأسير أن تاريخ ما بعد 7 أكتوبر وبدأ حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عضوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في حملات الاعتقال الإداري بل شكلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفدها الاحتلال على مدار عقود طويلة